بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكاليف البيانات اللازمة لرسم سياسة الأسعار نستكمل الدرس المتعلق باستخدام التكاليف المتغيرة في رسم سياسة الأسعار التكاليف المتغيرة لا تكاليف الحدية فهي البيانات اللازمة لرسم سياسة الأسعار تشمل البيانات اللازمة لرسم سياسة الأسعار على التكاليف المتغيرة لوحدة الإنتاج تاني حاجة التكاليف السبتة السنوية المرتبطة بالمنتج معدل العائد المطلوب بالنسبة لرأس المال المستثمر يبقى مع التكاليف المتغيرة بناخدها للوحدة الوحدة لكن مع التكاليف السبتة بناخد الإجمالي في السنة مش التكاليف السبتة للوحدة لا الإجمالي وإذا كانت المشاهدة تنتج أكثر من خط إنتاجي فإن رسم سياسة الأسعار تستلزم مبدئيا تحديد توزيع التكاليف الثابت على خطوط الإنتاج توزيع رأس المال المستخدم على خطوط الإنتاج ويعتمد حساب السعر على أساس التكاليف المتغيرة بناء على نسبة إضافة يطلق عليها ماركو أبريشو حساب نسبة الإضافة بالنسبة للتكاليف المتغيرة حسب إزاي لها طريقين في الطريقة الأولى بقول نسبة الإضافة بتساوي نسبة هامش المساهمة مقسومة على واحد ناقص نسبة هامش المساهمة مع ملاحظة أن نسبة التكلفة المتغيرة لها بتساوي واحد ناقص نسبة هامش المساهمة يبقى زكاة نسبة التكلفة المتغيرة دي اللي هي واحد ناقص نسبة هامش المساهمة يبقى هي دي المقام يبقى دي الطريقة التانية اللي ممكن نحسب بها نسبة الاضافة يبقى نسبة الاضافة بطريقة اخرى اللي هي بتساوي نسبة هامش المساهمة على نسبة التكلفة المطهرة اللي احنا قلنا عليها قبل كده نسبة تكلفة المطهرة هي ايه واحد ناقص نسبة هامش المساهمة بعد ما حسبنا نسبة الاضافة سواء بالطرقة دي او الطرقة الجديدة ديت بنجيب الساعة السعر البيع للوحدة من كل منتج او صنف يجيز زي بقى هشوف التكاليف المتغيرة للوحدة بنجمع التكاليف المتغيرة للوحدة واضربها في واحد زائد نسبة الاضافة اللي احنا حسبناها سواء بالطريقة الاخرى دي او الطريقة اللي قبل كده